النهاردة صحيح مرتاح مع فكرة انك تحولت من احد ابرز الحكماء لواحد من الشخصيات العامة لها يعني سلاحظوا حد ايه ازاي الشخصيات العامة ده ما حدش بيعتقوا يعني حركة بسك اي حد عمرك شفت يا شريف واحد بيقولك انا بكرهك عشان بغير منك المفروض لا عمرك ما شفته ولا حتشوفه ده مشكلة كبيرة انه هو ايه اصلا ما عندوش كارزمة هو طلع حاجة مش فيك مش فيك لا انت عندك كارزمة حلوة جدا جدا اصلا ده عيني خضرة وانا بحاجة الغيرة قال عن مرض ممكن يصيب الانسان ما فيش غيرة في الطب في تنافس وفي غيرة في تنافس اصلا ساعات الغيرة بي حميدة الغيرة حميدة اللي بيغيرة على مراته ده رجل شريف ده غيرة انما في غيرة مثلا ربنا ذكرها في القرآن مرتين سيدنا يوسف اخواته عملوا فيه ايه بص السبب بقى قالوا اخونا احبوا الي ابينا منه ايه يا سلام يا سلام وده لي خليكوا ترموه بير وكنتوا حد موتوا قبيلوا هبيل ده قدم قربان تقبل وده لا لا اقتلاء وقتلوا الغيرة مرت خطير جدا جدا ودي اكتر حاجة بتحس بيها على مستوى حسام وفي الشخصية العامة لا انا بحقي الحمد لله انا ما حسش بيه حسش بيه خلص 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 لان انا الحمد لله علاقتي بكل زميلي وما اعرفهم كويسة جدا جدا انما بتحسات لكني واحدة من امراض الحياة العامة اه اه هقول لي حركة حياة بعض فضل بس ركز معي كويس فضل لكل شيء سببين كويس سبب حقيقي وسبب مقنع حراتك فت علي يوم السبت في البيت لقيتني بتغدى قلتلك تفضل يا شريف معايا دخلت لقيتني باكل بطاطس تمام يوم الحد بتعدي علي لقيتني باكل بطاطس كويس يوم لاتنين بطاطس يوم بتقول لي ايه حكيت البطاطس دي دكتور حسام لو انا قلتلك انا بحب البطاطس تقدر تكدبني لا علنت السبب المقنع لكن السبب الحقيقي انا جالي شواء البطاطس من البلد بخلصوا مش عايزوا عاب تمام فده المشكلة ان محدش بيقول ده انا بنتدايق منه عشان بغير منه محدش بيقول كده خالص هيطلع فيك مئة عيب ويستنالك مشاكلك وكده وده طبعا نفوس ضعيفة جدا اللي بتعمل كده زي اخوات سيد ده يوسف ما فهو وزي هابيل لكن الحمد لله ان الواحد يعني ربنا ادانه من الثقة في النفس ومن الارتياح ان الحاجات دي ما تفرقش معها خالص خالص حضرتك دولاتي بقى ليك مجموعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة